موسيقى السلام عليكم كل جميعا في هذا الفيديو هذي هنحاول نشرح لكم relative pronouns وشنو علاقشم بالrelative clauses relative pronouns لكيناني انجليس وللي غنشوفهم together هي who, which, whom, whose, where, when and that ذات ترتين هذين قوسين لي غراضين ما هنكتشفوه في هذا الفيديو هذي what is the difference between the two types of relative clauses كما كلكوم relative clauses عندهم علاقة هادو عندهم علاقة بالrelative pronouns نكتشفو شنو ما ال relative clauses بما ان هادو ما ال relative pronouns نو ما ال relative clauses في ال relative clauses كان يجوش ديالتايبس شوفوا examples وغنشرح لكم هذي types اللي كيني the ball which is pink is nice عندنا هنا يربعه ديالكورات وحده صفره وحده غوز وحده green وحده blue يلا قلتلك the ball which is pink is nice بمعنى حددتلك البول اللي انا كنظن انها nice حيث لو انني like ما حددش اللون كون ما قلتش هاد اللون ما غنعرفش اش من البول كون قلتلك the ball is nice هاتقول ليه which one اش من البول في يوم هنا استعملت pink كمعلومة اضافية اللي كنحدد بيها شنية الحاجة اللي كنظر بها هادوي تشيز pink هي relative clause ماشي ضرورية ماشي ضرورية بمعنى هادي غير فكرة نشوفو ال بمعنى عنه اللي نقدر نستعمله بلاسته لانها لانها تمكن تستعمل بلاست مجموعة من هاد relative pronouns عنا ثلاثة هادل بوي غيقول لنا السؤال اللي غنسقوله which one شكون فيهم هادو ويتش ما زال غنشوفوها وسط relative clause غيقول لنا the boy who wears a cap غيقول لنا the boy who wears a cap لابغي يكمل is my brother غنك دابك نعرفو انه هادا اللي لابس الكاب هو اللي his brother غنك علش سعملناه اولا اللي ان انا كنا ندر على person الشخص ولا ال subject اللي كين هنا person وهنايا كين مراها verb غنك هو كتتسعمل الى كين person ومرها verb هال relative pronoun ببساطة طبيعنا بلا من ندخلو فلي details and stuff which ولا that كين ممكن استعملوا that plus who حتى which نقدروا نستعملوه عنا هنا ياربعة ديال balls وعنا هنا ثلاثة ديال cats غايجي هاد الشخص هادا اللي هو البطل ديالنا ديال الفيديو the ball is nice شكون فيهم ما عرفناش غنسولوه which one which كنسعملوها مالي زوبجه ولا شي حاجة اللي ما معروفاش غايجي يقول لنا the ball which is yellow شكون فيهم the ball which is nice غايجي يقول لنا the ball which is yellow اللي هي صفراء ولا غايجي يقول لنا the ball which i like is yellow هنا يستعمل like عنا السبجيكت الفاعل اللي هو object واحد الابجي ولا animal ما زال غنشوفوه مع ديالكات وستعملنا which ومراها verb دونك إلا كين object شي حاجة شيء وكين مراها verb را كنستعملو which ولا إلا كين object ومراها subject بحالة نية I like هفقاش كنستعملو which also غادي نقولو the cat which has a blue color is nice هادل three cats عندهم الوان مختلفة هادل girl غا تقول لنا the cat which has a blue color is nice الكات اللي عنده لون أزرق هي اللي نايس دونك عنا cat animal وكين استعملنا which حيت كينها has مراها verb هوم مبين relative pronouns اللي جمعة متلا ما كيفة مغامش don't whom ولا that نقدره also نستعملو that plus to whom الناجوج ديال الاشحاص كايخدروا البطل ديال الفيديو ديالنا كايخدر مع واحد الشخص غادي نسولوه شكونا ذاك الشخص اللي كنتي كايخدر معاه غا يقول لنا the man whom I talked with or I talked to is a doctor شنو استعمل هنا يا the man is a person سواء كان singular لا plural هنا يكين subject إلا عقلته معايا له استعملناه إلا كين person أمورها verb إلا كين person أمورها subject ولا إلا كين person أمورها subject وذاك الفاعل كيتبعوا واحد لpreposition بحال to بحال with بحال on راك نستعملو هوم don't whom بحاله بحال who ولكن الفرق النواه هدي كيتبعها الفاعل كيتبعها subject ما كيتبعاش الverb بحال بحالة 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 أمور الشنوه استعمل هنا استعمل whose حيث عندنا person وعندنا شي حاجة كيمتلك هذا person هاد hair هي واحد النوم اللي كيمتلك ذاك person بحالة قلنا the hair of the boy هاد هوز كتلعب الضور ديال OF إلا جينا من بالعكس mégانا إلا جينا من جهة المقابلة طبق أيضاً لدينا ثلاثة الكاتس ستقول لنا هادالجرل The cat whose fur is red is cute ستقول لنا هادالكات اللون دياله ولا الفر بمعنى ذاك الشعر دياله ولا الفروة دياله حمراء هي cute لدينا هادالكات It's an animal ولا object حتى مع الأبجكت نقدر نستعملهم بحلق لنا the car زائد شي حاجة اللي كيمتالك هادالك الكات والذاك الانيمول والذاك الوبجيت نفس الحاجة عنا النون هود كتتسعمل بش نوضحه الميلكية When and where نشرحون لكم بجوج حيش كين راح الحاجة اللي كيتشالكو فيها هناني ثري هاوسز واحدة is blue, واحدة is like brown واحدة is yellow غيقول لنا هادالبوي ولا the house which is blue is mine هناني the house في الجملة اللولة ولا في الجملة التانية عندنا the house اللي هي place واحد المكان فاش كنشيرو المكان كنستعملو يا إما where يا إما which فقاش كنستعملو where إلا كان مراها subject ولا كنا ندرو على شي شي حاجة اللي كتدار في ذاك ال place كنقولو where إلا كنا كان وصفه place كندرو which بمعنى هناني عنا ال verb والوصف هناني عنا ال subject وشي حاجة اللي كتوقع في ذاك ال place ولا كنديرا ذاك ال place et cetera situation تانية بالنسبة ال when لوم الفصول الفصول فاش ندرو على الفصول كان ندرو على time واحد الوقت غا تقول لنا هاد ال girl the season when we swim is summer ولا the season which is hot is summer في الجملة اللولة the season في الجملة الثانية the season بجوش بيون كيشيرو time وهو وقت معين استعملنا وين في الجملة اللولة حيت مراها subject وزائد ال event اللي كنديرو في ذاك ال season شي حاجة كتدار في ذاك season في الجملة الثانية وصفنا ذاك season كيفاش سيكون الفصل ديال الصيف ��면 نسك that we are hot أكد حيت techno لذاك اركزوا لي على وين و وين هاد which้ج اس Mengتشاهغ ett لاش نقارنوا بها هاد جوج ديل ال pronounce يا الله نحن نمجم어� من الجمل هنا نحول استعملول ال 00ції المناسب اللولة The school نعم جمعة من الجمل نحاول نستعمل ال relative pronoun المناسب الأولى The school where I studied was big هاد I studied كتقول لنا شي حاجة كنديروها في هذا ال place دونك عندنا school اللي هي like a place الجملة الثانية We hated the year, the war begun أو لابيقان We hated the year The year هو time وهنا يدور بيقان شي حاجة اللي وقعت في ذا كل time دونك غادي نجاوبوا هادي When The car broke down was new The car عنا object Broke down verb دونك هنديرو which ولا that The cat which is on the window is extremely aggressive The cat sit an animal بيهنا كنديرو لها it Is verb دونك تنديرو which The girl Number five The girl jacket is blue is Jane هنا بجاكت هيا شي حاجة كاتمتال كهذا ال girl دونك تنظر على ال position بمعنان نديرو who's Number six The boy broke the window is Another boy دونك اللي كي همني هو الكلمة اللي قبل والكلمة اللي بعد Another boy person مرها verb كتلكم إلا كين person أو verb كنديرو who This is the person I met أنا person مرها subject كتلكم إلا كين person أو كين subject كنديرو هوم وممكن ألسا ونديرو هو الفرق بين هوم هو أنه هوم كتكون أسعيل في القرنسياتيوم مثلا This is the person Whom I met إلا دنا أنا who I met كتجي شوية تقيلة حيتما كتكونش لليزان بتوين الجوجة الحرف The boy with I played was John أنا the boy with أنا واحد لpreposition أنا subject دونك the boy person أنا هنا subject والverb ممكن نديرو هو ولا هوم ومن الأفضل ديرو هوم حيت عنا subject وهنا Whom I played with عاوض ما نقوله Who I played with The boy I played with ولا I played with was John The boy person عنا هنا subject زي عادة الverb دونك تنديرو هوم هذه الطريقة الأولى اللي ممكن نتحط به هذا الدرس وما يمكنش يعطيونا تسعادية للجمل كتعطيونا واحدة وكتعطيونا اختيارات يعني تكونوا سهلين بالنسبة الامتحانات الطريقة الثانية هي تيقول لنا Rewrite the sentences using the expressions given يعني غنعود ونكتبو هذا الجمل هادو باستعمل هاد ال linking words كيتعطوك linking words الجملة الأولى The man was smoking He has cancer The man هنا يعودنا به هنا يعودنا به هنا ندر على من غنستعملوا هو شنو هنقوله The man who was smoking has cancer ولا هنقدر نقوله The man who has cancer was smoking Number 2 Paul is reading a book which is very interesting غنستعملوا which Paul is reading a book which is very interesting شنو قدرنا هنا Paul is reading a book وهنا يعني it بغنية book عودناها ب it اوكي ندر على ال subject اللي تعود هنا ولا الكلمة اللي تعودها للجملة هي book هنا تعوداتك book هنا it So Paul is reading a book which is very interesting Number 3 هنا ما أعطوناش ما أعطوناش relative pronoun ما يمكنش أن تتعطى بحلقة في المتحانات I study in a school It is very far عنا هنا ي a school اوكي وعنا هنا ي it بمعنى it كتعود school الجوج ذي الكلمة اللي تعوده في نفس الجملة اللي هي it So غادي نستعملوا ونقدرنا استعملوا which نقدرنا استعملوا where حيث كان ندر على school اللي هي place شنو قلو The school where I study is very far ولا I study in a school which is very far The last one The girl succeeds her mother is a nurse The girl succeeds her هاد هر لمن كترجح The girl وهر كنستعملوها من بين possessive pronouns هي كلمة كنعوضوا بها شي حاجة اللي كتقولنا انه هاد ال girl كيتمشالك شي حاجة The mother of the girl إلا عقلتوا معايا فاش كنا كنشرحه فاش قلنا شي حاجة of شي واحد را كنقوله whose So the girl whose mother is a nurse succeeds The girl جبنا الكلمة اللولة الفاعل جبنا whose جمشينا لذك ال relative سألنا ال possessive pronoun حيدنا عوضنا بهوز mother is a nurse و جينا كملنا الجملة So this is it for relative pronouns كانتمنى أنكم أخذتوا فكرة و Good luck سلام وعليه